مشاهدينا التاسعة صباحا موادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف تفضل يدلي شكرا لك جمعنا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم توجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية والتقديل لجميع العاملين بجهز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاصة ودع الرئيس السيسي خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة دعا إلى تجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام مؤكدا دعمه لجهود التطوير الشامل للجهز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم سبل الدولة لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة قالت الإذاعة الإسرائيلية أن الكنيسة الإسرائيلية سيصوت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون تمديد مدة خدمة الاحتياط في الجيش وصادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش ليعرض اليوم على البرلمان المصادقة عليه ومن المتوقع المصادقة على مقترح القانون بالقراءة الأولى وفي حالة ما ذلك سيحتاج لقراءتين آخرين ليصبح نافذا ويتضمن مقترح القانون أن يخدم جنود الاحتياط في إسرائيل حتى سن 41 عاما وضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما أدانت هيئة عائلات المحتجزين في قطاع غزة تراجع رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو عن مقترح صفقة التبادل وأكدت هيئة عائلات المحتجزين في بيان أن إنهاء الحرب في غزة دون إعادة المحتجزين إخفاق قومي غير مسبوقة وعدم تحقيق لأهداف الحرب مشنة إلى أنه لن يتم السماح للحكومة بالتلصف من الالتزام بشأن مصير المحتجزين قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة شارلز براون إن أي هجوم إسرائيلي كبير على لبنان قد يزيد من خاطر نشوب صراع أوسع وأوضح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن حزب الله يمتلك قدرات أكبر من حماس مشنة إلى أنه يصعب على واشنطن دعم إسرائيل بنفس الطريقة التي حادثت في إبريل الماضي هذا وتبادلت قوات حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود وأوضح بيان لحزب الله أنه تم القصف بالصواريخ موقع رويسة القرن في مزارع شبع اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف عدة مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانقام أن قوات الحوثي استهدفت سفينة طرف عالم ليبوريا وتملكها شركة يونانية في هجوم يشتبه بأنه تم بطائرة مصيرة وأوضحت سانقام أن طاقم السفينة ترانس وولد نفيجيتور أبلغ عن إصابات طفيفة وأضرار المتوسطة في السفينة لكنها وصلت إبحارها وبدورها أعلنت قوات الحوثي أيضا استهدفت سفينة ستولت سيكويا في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة أفادت وزارة الداخلية الروسية بمقتل 15 من رجال الشرطة وإصابة آخرين بعدما فتح مسلحون النار على كنيسة أرثوذكسية ومعبد يهودي في بلدة ديربانت ذات الأغلبية اليهودية بجمهورية داغستان الروسية فيما أكدت الشرطة مقتل 2 من المهاجمين في إتبادل إطلاق النار واشتعل النيران بالكنيسة والمعبد وكذلك وقع تبادل آخر لإطلاق النار في مركز للشرطة في محج قلع على بعد نحو 125 كم إلى الشمال على ساحل بحر قزويدة في داغستان وهي منطقة ذات أغلبية مسلمة في جنوب روسيا ختم ومجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر